اشتركوا في القناة شكراً لكم اشتركوا في القناة واحد اثنين نحن بحاجة لأنه نحن نعمل اللي علينا ونعلن وقف هذه المغامرة لأنه حضرتك سميت شو هن العواميد طبع عشتنا بها البلد يلي عم يتدمروا من وراء مغامرة قرر طرف من اللبنانيين خوضة بلا ما يضرب اي حساب لنتائجة ولارتداداتها على لبنان وعلى ناسه وعلى حزبه وعقيته وعكل شيء بطل في حجرة وقفة على حجرة في البلد نحن رايحين على غزته هذا هو الرايحينه أي متى مفاكرين نوقف شو بعدنا عم نعمل هذا مثل واحد بده يعمل مشكل مع حدا عارفه أقوى منه وأكبر منه وبيضاين أكتر منه كل نص ساعة ينطوا ويضربوا كف يدعوا سهديك ويهبطوا بيته ويقتلوا عائد ويرجع ويرجع ويعملها وقاية متى هيا بتخلص مين بدي يوقف نسمع أنه وقف إطلاق نار بده الحزب اليوم وقف إطلاق نار بعد كل شيء صار تم ممتاز والحكومة أو ما تبقى من أركان دولة كمان بده وقف إطلاق نار شو موقف لكان اليوم نفرض وقف إطلاق نار وننشر الجيش وينشروا اليونيفيل وهن يلقطوا المناطق الساخنة طيب ما يصير فيه بقى تصعيد نوقف هيد المجزر عم سير بحقنا يوقفوا أول شيء هيدا المجرم اللي عم بقتلنا ويوقف اللي عم بيحركش من هون من لبنان على هون يقال مساندة ومشاغلة سوريا عم أتشار مساندة مين مين بعدنا عم سير لحدا سندنا لحو قدر سند حاله مين مشاغلة مين عم تشغل مين شو عملنا بقى شو فدنا أصلا غزة بكل هاللي عملناه وهيدا الحكي نحنا عم نحكيه من قيمتا من سنة لورا من وقت ما بلشت هالمغامرة وعم نحكي ذات الحديث واليوم بدنا نحكي ذات الحديث وأنا بمسئوليتي من موقع مسئوليتي كنائب لها الأم بمسئل هالناس بدنا نقوله الأمور متل ما هي شو هال شو هالمغامرة شعب هو مش مقرر شي شفت لو الدولة قرر يتخذ هادي المعركة بالدفاع عن نفس والمقاومة وإجا الإسرائيلي احتل وإمنا كلنا كلنا منتحمل هادي المسئولية بارتددة الاقتصادية والاجتماعية والحياتية وكل شي بس هاك واحد يقرر يخذك عن مغامرة أنت لا ناقة ولا جمل فيك وكنت هون أنا عندك من فترة بالستوديوات الأمتيفية اللي منوجههم تحية هن وكل وسائل الأعلام يلي عم يتعرضوا لأبشع أنواع الحملات من تخوين ومن هجومات وعن غير حق لأنه هاك هاك منصات هي اللي بتحكس رأي جزء كتير كبير من اللبنانيين واللي أجله اللي لا أجله لبنان اليوم بعده موجود بسقف حريات واسع وبيعبر عن ناس بتحكي الأمور مثل ما هي شو بعد بيخوفنا شو بعد بشو بعد نحن ناطرين ما منقول لحزب الله تفضل واقف ها المغامرة تفضل بدل ما يطلعوا هلأ في عندك كمان هلأ مؤتمر صحفي أو كلمة لنائب أمينو العام إن شاء الله يكون طالع يعتذر من الشعب اللبناني على الأضرار اللي عملها ويعتذر من الشعب الغزي وعلى الوهم اللي بيعوا ويقول لناس اللي مشردين على الطرقات أو بمناطق بعيد عن بيوتهم والناس اللي بالمدارس وبمراكز الإيواء كبانا كل هذا الشي على الدولة اللي نحن يعني أكبر أشد المنتقدين لإداءة ولكن ما فيك تعمل أنت تخوض حرب وترجع تكب على الدولة إنه يلا نطفي ورانا مين بدي يعيد الأعمار مين بدي يعيد الناس حين مين بدي يقوي الناس وسمعنا كبسات الزر وإيواء وما في شي منه كله طلع وهم وليك شرشف مش مقدمين له هني واللي وراهن مثل إيران وبالمناسبة بدي أشكر أنا كل البلدين الصديقة يلي قدمت يلي هبت من محلها رغم سنوات وسنوات من السياسات الخارجية العوجة ومن شتمهم للهجوم عليهم لحرتقات بأمنية عندهم وعم بحكي عن دول الخليج بالأخص مين أول بلدين وقفت ساندة لبنان اليوم وهم برهنون وما بيتركون لبنانيين هن سعودية والإمارات والأردن وقطر وأمريكا وفرنسا هؤل هن أصدقاء لبنانيين عزلونا عشرين سنة بسياسات خارجية عوجة هن وحلفاء هن أصدقاء لأجوه ومصر وما زالوا ومصر ومصر ملفات شو؟ نشوفها ومن تعريض مناطق كان مفروض تكون آمنة وحزرنا عنا مرارا وتكرارا وأنا كان عندي مواقف بهذا الموضوع هون بهذا السيديو وقلت أهلا وسهلا بكل واحد هربين من القتل أكيد ونحن لمين لشو ما نحن زاد الشي كان مفروض يصير من تاني مال وإذا صارت رح نروح نلجأ عند غيرنا هون بيبين تضامن الوطن على الصعيد الشعبي بس تجي يصير فيه امفلتريشن أو تغلغل لأيادات عسكرية نحن أصلا ضده وعن نقوله من سنتين ومن أربع سنين ومن عشر سنين ومن عشرين سنة لكل الشواز اللي عم نشوفه بممارسة حزب الله بالدولة أو بالدولة اللي خلقها عم نقول أنه هون رح يعرضوا المناطق الآمنة للأصف وللخطر عم نقول هون هون يختاروا يروحوا يعملوا حرب نحن عم نيجي نقول أكتر من هيك خيبين يعملوا حرب ما بارك من وين يعملوا حرب وإذا الإيراني وراهم يروح يخاطر بشبابه ويخاطر بأرضه وببلده ما يخاطر ببلاد غيره شبعنا نحن وهذه فعليا هذه هي حرب الآخرين على أرضنا لافت أن الإيرانيين يقض بكل شيء إلا المساعدات ما بيعملوا شيء الإيراني الإيرانيين بيجوا بيعطوا تعليمات لحظب الله أنه يلا كاملوا وبيطلعوا وبيحكوا بوقاحة إن كان وزير الخارجية أو رئيس مجلس الشراء أو حتى أنه بشدوا عائدك أو الخامنة أو غيره أنه يلا كاملوا كاملوا موتوا لا أخي نحن مش فيدها حدا لا فينا الخميني ولا فيدها إيران ولا فيدها ولاية الفقه مش فيدها حدا نحن نحن فيدها لبنان والأرزي وبس وأصلا مش فيدها حدا نحن كمان حياتنا عزيزة وحيات محبيننا عزيزة وحيات كل لبناني عزيزة وكل نقطة دم عزيزة وغالية على قلبنا هكتا نجي نكب أطيب شباب عنا موقدة لنولع نار وبرجع بقلك هي حرب الآخرين حرب إيران وإسرائيل على الأرض لبنان وارتضى حسب الله أنه يكون أداة بإيد بإيد إيران وهذا اللي وصلنا لهون مع كل الحكة اللي عم بحكيه برجع بقلك هيدا فرصة اليوم للمكون الشيعي بالمباشر يعرف أنه ما حدا ما حدا من كل اللي عم نحكيه ما حدا عم بوجه صوب البيئة الشيعية وصوب كل شخص لبناني شيعي ولكن تنظيم مسلح ميليشيا خارج الدولة اللبنانية هي بتعمل مغامرات وهي على عشرين سدة بتهدد قضاء وبتعمل فراغ رئيس جمهورية وقانون انتخابي مثل مبادة وتشكيل حكومة بتعطيل وبعدين وبعدين وتهريب وهجوم على أصدقاء تاريخيين بعدنا عم نحكي عنهم وآخر شي بقروا يعملوا حرب ما حدا منهم نحاضر لقل خيشون الانتصار سوري أنا عم بسترسل بس قد ما عم تعطيني مجال شو الانتصار شو هو الانتصار انتصار انه هجر مئة ألف إسرائيلي من الشمال او الانتصار انه رد مليون ومئتين ألف على بيوتهم او ما خليهم أصلا يهجروا شو الانتصار انه والله أقصف عشر أزايف بالليلة على تلقبيب او على حيفا او ما بعرف وين او الانتصار انه وقف الغارات على لبنان الانتصار انه وقف تدمير ضاحية وتقدمير بيروت الانتصار انه ابعد هدهد وصور واعمل مننا بطولات او انه وقف الامكا فوق راسنا الانتصار انه فرجي رعد أربعة وأنفاء وهوليوود وما بعرف شو او الشطارة انه اذا لا سمح الله صار فيه اي كارسي يكون مهيئ انا بملاجئ لناسي ولشعبي يلي وعدتهم بانتصارات وبما تعطلوا هام كيف يعني حان الوقت اليوم وانا بتوجه لكل لبناني شيعي وسني ودرزي ومسيحي نجي نقول خيه كلنا جربنا نكون اكبر من الدولة وكلنا جربنا انه والله ايه نحن نحن المسيطرين وفيه سلاح كان والبدة كان ايه وبعدين كل مرحلة طويت صفحتها مع قتل قياداتها من كمال جنبلاط لا الشهيد بشير جميل لا الرئيس الحريري لا هلأ امين عام حزب الله حصل نصر الله طيب وبعدين حان الوقت انه ناخد العبر ونجي نقول كيف نعبر للدولة وكيف اليوم ما حدا مكسور وكيف اليوم منشوفها الامكانية لبناء دولة ومنروح مباشرة عليها نعمل بلد بليق بكل تضحيات اللي نعملوا من كل الأحزاب اللي قبل وبيليق بمستقبل أولادنا ويحقق أحلامهم هون بلبنان ومشاريعهم هون بلبنان مش متل هلأ كل يوم تليفونات شو منفل شو منبقى رح يضربوا المطار شو هالمغامرة اللي ما حدا عم يقدر يوقفها استاذ الياس بس هؤلاء الناس اللي عم يخطين هذا الخيار يتمتعون بتمثيل شعبي واسع انتم تتمتعون بتمثيل شعبي ايضا ليش ببيتبرهن موقفكن بسياسات واضحة تعلن جهارا وبمجموعة واسعة متعددة طائفيا لشي اللي اتفضلت فيه العكس هيدا هيدا نحنا اول شي عم نشتغل عجبهة معارضة مش من هلأ من أجل وان هيدا الموقف الواضح هيدا بعده فردي ما قفات اكيد البياني اللي قتليني بمجلس النواب نهارتنا واضح بس عم نحكي نحنا عن شريحة أوسع وهذا الشغل اللي عم بيشتغله رئيس حزب الكتائب من أول نهار خلصنا الانتخابات وفتنا على البرلمان شهروا سنتين ايه طبعا لأنه اكيد نحنا مننا حزب واحد وفي فرقات كتير وفي عقبات تحول دون الوصول إلى جبهة موحدة وأصلا الشغل الموتوريت داريت مش من سنتين من أقل بكتير وبعتقد نحنا اليوم قدين يعني لحظة بتحتم علينا لقاء كبير من فنانين صحفيين إعلاميين سياسيين نواب سبيقين وزراء سبيقين من الشيعة ومن السنة ومن المسيحيين ومن البقاع ومن الجنوب ومن الشميل تقدر تضم أكبر مجموعة من الناس يلي بتفكر مثلا استمعنا إلى التصريح نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وقد أكد على النقاط الآتية الطريق للوصول إلى نتيجة هو الصمود أين الدول الأوروبية وأمريكا إذا طلب إسرائيل من قوات اليونيفل الانسحاب منذ 17 أيلول يواجه حزب الله أو ترك حزب الله إطار المساندة وانخرط في مواجهة مباشرة مع إسرائيل كيف يمكن أن تمر على الرأي العام هذه الاستمرار في المواجهة أيضا يقف حزب الله منذ أسبوعين على الحافة الأمامية منجزا أفضل مما كان يتوقعه استراتيجية إيلام إسرائيل التي بدأت في الأسبوع الثاني من المواجهة ستستمر سيركز حزب الله على جيش الإسرائيلي وثكناته الحل برأيه هو وقف إطلاق النار وبعد وقف إطلاق النار يعود المستوطنون إلى شمال إسرائيل وبعدها يبدأ البحث في التدابير من دون وقف إطلاق النار لا يمكن البحث في أي شيء الحزب قوي رغم الضربات القاسية التي تلقاها وقد استعاد عفيته الميدانية ووضع بدائل ولا توجد براكز شاغرة ووجه في النهاية ثلاثة رسائل ثلاث رسائل الأولى إلى المجاهدين مقاتلي حزب الله بأن يستمروا في القتال إلى الشعب اللبناني ودعوة إلى أن شكره أولاً على المؤازرة ودعوة إلى التحمل والعودة إلى بناء لبنان بعد هذه الأزمة وإلى النازحين تقدير للتضحيات والطلب إليهم بأن يتحملوا أكثر ودعاهم إلى الصبر هذا أبرز ما جاء في هذه الكلمة دكتور رباح أهلا وسهلا فيك مصر خير كيف قرأت بشكل عام هذا الكلام كيف سمعته ما هو تقييم ما هو الجديد هذه تالت مرة يخرج علينا بعد أن قتل حسن نصر الله أولاً نبهبط عليه بعضوا عايش بالماضي بعضوا يحكينا شو عملوا وشو هو حزب الله يجرب يقنعنا هلأ صار يحكي أنه هنه جايش غير نظامي لكن لما طللوا على سوريا وهجروا السوريين وصار عندهم مطبخ مركزي وصار عندهم عروض عسكرية كانوا نسينا هذه الشغلة الثانية والأهم ما عبيعطينا يعني كل هيدا الحكل عبيحكي عبيقلك الطريق الوحيد للشعب اللبناني ولقاله هو الميدان طب خبرنا كيف بده ينتقل من هذا النصر اللي هو عبيحكي فيه وأنا بقلك يمكن لآخر لحظة لحد ما يحترق هيدا البلد حزب الله عنده الإدرا يدرب الصواريخ ولكن نحنا قلناها ومندلنا نقول المقاومة عندها سياسي غير موجود صار يقدر أقلبوا أنا لشي بيقدر يحمي لبنان والعم نقل لهم يا آخر همنا سلاحكم سلاحكم منو الخطر الخطر كان سرديتكم هو بعتقد قالوا نحنا من نقل لكم شو هي السردية طبع السنة الماضية السردية السردية طبع السنة الماضية هي هيدا سلاحك الإيراني ما قدر يحمي لبنان ولا يقدر يحمي الشيعة ولا قدر يأذر إسرائيلي يضاف إلى ذلك ولا يحبي حزب الله ولا حضر تاني شي نحنا جوازنا موضوع البيتجر خلصنا منه كل شوية بيقول لك أنا وضع منيح عادة أن ما واحد يقول لك أنا مع بسرق أنا مني حرامي بيكون بسرق حرام وأنا ما بخيف بالله صحيح مئة بالمئة تانيا هلأ اتحسنت الستاب طبعه سير عنده الإضاءة أحسن وبطل الباكرا ومبين مشان ما نتضحك عليه ولكن كلامه هو كلام لا يمت للواقع بصلة هو الأشخاص المليون ونص اللي هني موجودين كدروع بشرية يضاف إلى ذلك هيد الفكرة أن النصر جاي على فوهة بندقية هو كلام غير واقعي الإسرائيلي ما بيقدر يقتلك لأنه عنده تكنولوجيا متقدمة وجيش أفضل منك بيقدر يقتلك من وراء التحالفات السياسية وقدرة نتنياهو هذا العبقر الشرير على أنه يوسع تحالفاته وعنده ناس يؤتمروا لسلطة سياسية لشو بدي أحكي معه لنا عيم آسم وأنا مصدق أنه يستبدل القيادات لأنه عم بقاتل بجنوب لبنان هو الحرس ثوري الإيراني وعندما صار الموس عرقبتهم وهلأ قريبا سيكلوا قتلي من الإسرائيلية صارت الصواريخ تنضرب أداء والمسايرات تنضرب أداء قبل لما كانوا عم بموتهم اللبنانية ما مشكلة بيكبوا جراد يعني حسن نصر الله كبولوا 60-70 صاروخ واحد بحجم حسن نصر الله بس بتكبولوا 70 صاروخ بالإضافة آخر أمي أنا هنية وكل هالحكي اللي هو قدام لي شو منا نعمل من هون لشهر لقدام قبل ما تشتدني لما الناس تتبهدل بس ما هلأ هو واضح أنه عم بيقول للناس بعد تتحمل ليه من أتحمل وشو السبب ليه من أتحمل ليه أنا بدي رد على واحد تيكون له إمكانية بالمفاوضات أيضا بدي يفاوض كلمة الإيرانية أنا أي حدا بيفاوض بإسم لبنان أنا معه على الآخر نحن جربناهم والمؤمن لا يلضغ من الجحر مرتين هذا الزلم مش بس فالناس هذا حشته كتير ضعيفة عبيتل عائلنا أنه هذا كله عبي يعملوا كرمال شو إذا هو بيعتبر أنه في شرق أوسط جديد عبي يصير أحساب لبنان وقال له سنة قاعد عبي يتفرج شو كان يسميها حرب مشاغلة تانيا هو بحق حسن نصر الله ما أنه منيح حسن نصر الله ما قال أنه الطريق الوحيد لنحصل على عبد نيام نحصل عليه بالسلاح هو آله سيسميها إذا تلاحظ انتقلوا من مزاريا شبع ليستعملوا عبارة سهل الماري أنا اللي قتلته لحسن نصر الله أو إيميس هوكستين هلأ صار أمريكا الشيطان الأكبر لما كان يجي لهون وتعطيل خط 29 مين كان هذا؟ كان الشيطان الأصغر أنتوا تحولتوا من أمة المستدعفين لأمة المستكبرين أنا ما عبي حكي مع شائعة لبنان أنا أتكلم مع الفيلق الإيراني اللي بيسمي حاله حزب الله أنتوا فيكن تقاتلوا أنتوا عبتشتبكوا مع الغزاة على الأرض اللبنانية وإحنا مشكلتنا مش به الموضوع مشكلتنا بكل شيء تاني عملتوا وعبتعاملو إذا أنتوا منكن قابلنين أنه نبيه بري يلي هو بتحسبوه حليفكن وإخر مرة فترعليه تتذكر لما سميه الأخو الأكبر يعني فوتوا بالحال هلأ شو طرحوا كيف نحنا بنقدر ننتقل من هذه الانتصارات الألهية لنقدر نرد المليون ونص زلمي عبيوتهم ما قدم لنا هذا الموضوع وكل شيء كلام غير هذا الموضوع كلام لا يمط للوقع بسلط أستاذ ليسترح يعني اللي عبيقوله أول شيء لم يقدم جديدا في تكرار لفكرة وقف إطلاق النار لنحكي من مسؤول من الجهة اللبنانية لكي يطرح ماذا لك قبل بعتقد ملفد أنه بحكة عن وقف إطلاق النار وما جاء بسيرة غزة يعني منرجع شويلة وراء لكن لشو عملت كل هالمشاغل والمساند وورطنا وعملت مغامرة إذا هلأ وهذه بتلاقي مطالب كل الناس وأولهم مطلبنا بأنه هذا الارتباط شو لوين بيوصل هلأ فيهم بعد كل هالدمار كثير مني بس يمكن منه عارف بعتقد بمطرح مهوم موجود اليوم ما بعرف كيف هم بيوصلوا لأخبار عنجاد فيها حالة إنكار لهذه الدرجة عنجاد هي عايشين نحن بعدنا بهذا الوهم أو عم بجرّب يهد شوي الناس اللي مستنظرة منه توقعات كبيرة بس يمكن لأنه قاعد مطرح ما قاعد يمكن تحت الأرض وما في تيليكم بينه ما في وسائل تواصل يمكن يعني ما بعرف شو الحالة بس مش معقول يكون حدا بحالة هالإنكار بس شو يعني ما رح نتركه سوري بس شو يعني ما رح نتركه مين عطاهن للناس اللي تهجروا من البيوت وانشارشف مين قواهن مش الدولة اللبنانية اللي تعنطروا عليها مش المناطق اللي اتهمت بأنه عملة وصهيونية مش هول كانت مستسنات أصلا مش معقول مناطق فاتحة بيوتا مش لأنها مضطرة وفي نوع من إحراج بإنسانية هن المناطق اللي خوانوها واللي جرب واللي جرب هو والأشرف الناس طبعوله يفوتوا يحتدوا عليها ضياعنا هيا الفاتحة بيوتا بإضافة لذلك وهي دي مش تربيع يعني نبنا نتبه نحن هنا أبدا مش تربيح جميلة ولا ونحن مجبورين بعض وقلتا يمكن قبل ما تيجي السيز مكرم أنه نحن اليوم كمان على الصعيد الشعبي تبين قدين ناس قريبة من بعضها وهذا واجب علينا لأنه فيها تكون كنت بالعكس فينا نحن نكون مهجرين المطرق وهذا شي واجب بس اليوم كل اللي عم نحكيه ومتل ما قال السيز مكرم كله عم نحكيه عن ميليشيا مسلحة إزما حزب الله ما خص موضوع الشيعة في لبنان ووجودهم نحن كلنا مكونات وكلنا أقليات ولازم نتعايش مع بعض وفيه بكرة لقلنا كلنا بس بدنا نتفي أي لبنان نحن بدنا نروح إليه فيه فرصة أو إمكانية للعبور لهذه الدولة اللي من أجل كلنا ضحينا واللي من أجل كلنا عم نحلم بمستقبل أحصل لو لدينا كماني بس السؤال نرجع اللي طرحته عليك من عليه أن يفاوض الحكومة طيب هذه الحكومة كيف يجب أن تتحرك أو مقاربتها التي تتحرك من يطلب منها حزب الله بدأ تتحرك هي تتحرك أو المعارضة ليك فيه انترلوكيتور واحد أو وسيط واحد اليوم مع حزب الله ما بعرف كيف عم بيتواصله بس بعتقد اليوم الرئيس بره هو عم بيتواصل مع حزب الله تربيل اليوم المطلوب نوقف فورا إطلاق نار اليوم نوقف إطلاق نار وفي ذات الوقت تما نتهم أنه إيه أنتو في ذات الشي هيدا المكانة الإجرامية اللي عم بتأتل واتدمر بلا ما تفرق يالي هي إسرائيل نفس الشي بس أنا بكمل إخلق زرائع وبكمل إلهم ايه وكملهم نحن رح نتصر كيف عم نتصر شو شكل الانتصار بس حزب الله هيدا هو الانتصار كيف الانتصار نعم هو كمان عبو لا يأخذ روح هو اللي يرجع يستعمل اسلاحه علينا هل الحل وقف اطلاق النار من من يعني هل إسرائيل إذا قلنا لها وقف اطلاق النار ستوقف اطلاق النار خي بدك تشيل الزراعة شو بتطرح علينا لك نحنا اليوم خلقنا نحنا متل ما كنت عم بقلك في واحد أكبر منك وأقوى منك وقدر يقتل لك عائلتك ويهدم لك بيتك وانت كل شوية بترح تضربه كاف بتأزيمة بتأزيمة موضوع تاني هذا من نبحث فيه بس الدمار هائل خي مش ما أقول عمول بالنس شيت شوف الدارح الدارح ضحايا بلبنان والدارح ضمار بلبنان والدارح من اقتصادنا بلبنان وقارنا لهون يكتب كيف نقل أنه نحنا والله منتصرين شو شكل الانتصار شو شكل الانهزام إذا هذا انتصار كيف يكون الانهزام دعني أسأل دكتور مكرام دكتور مكرام حزب الله ينادي بوقف اطلاق النار المعارضة تطالب بوقف اطلاق النار الدول تطالب وقف اطلاق النار ولكن هذا الأمر بده مبادرة عملية ببنود شو بدك بزندقة نعيم آسم والإيراني بيجر قلبها في البتر لك بطيارته روح يفتش على رئيسه لواء بس بخلوه كمان يفوت بالطيارة يعني معناتها طيب ما هيدا اللي الناس اللي عم تتفرج اللي عم بيصير هيدا التواطؤ البان الإسرائيلي وبان الإيراني ما بيخليك تسير تحس انك انت لازم تكون شوية أناني عندي مشكلة أساسية تسمح لي اليوم كتع فكر فيها عادة بالأليفيتر بلبنان لما يزي بيكون مثلا بيحموا 300 كيلو إذا قطع 300 كيلو بيوقف بلبنان بيتزاكوا الليبنانية بيشيلوا هيدا تشب بلبنان كل الليبنانية شايلين هيدا تشب اللي بتخليك تحافظ على حالك وعند الشيعة أكتر أنا شو بدي ما في يكون من أشرف الناس وقاعد بيطار دبا وقاعد بيكفر كلا ما في يكون بضايعتي وعفوت تحمم وآكل واشرب وإلعب مع أولادي بجنين ضروري أنا كون مهجر مبهدل ما بدنا بقى نستعمل كلمة ناسحين نعيم قاسم بدي يحول هؤلاء الناسحين لمهجرين هذه المنطقة ممنوعة لعود عليها وأنا بقلك إياها وما عندي أسلحة ما بل بسكفوف أنا 1550 ننساها 1701 ننساها بدنا نطبق دستور اللبناني بحزافيره أنا بدي واحد أجنبي خبرني أنا لك عامل دستور قبله كيف بدي طبقه دستور اللبناني يمنع ازدواج السلاح فرجيني أي بلد بالعالم عنده ميليشيا وجيش ووضعهم طبيعي ما فيه بدنا نوصل لمرحلة نصير مثل السودان بالسودان صار مية مليون واحد بدت الحد عم يغطيهم شو الاند جول كيف فينا نقلب هذا الكلام إلى فعل مزبوط بكل بساطة كل الأطراف السيادية الحزب الكتاب القوات المعارضة قلوا بطريقة بسيطة الطريق الوحيد للخروج هو تطبيق الدستور عبر انتخاب رأي جمهورية وقف طلاق النار وثم حصل السراح بده يسلم سلاحه للدولة اللبنانية هو يتفضل أنا بيحكي مع الشيعة ما بيحكي معه ولا بيحكي مع جماعتهم لأن جماعتهم بيعتبروا أنه في عندك ناس على الأحصنة على بتقاتل مع عن على الحدود هيدا عندي مشكلة كبيرة مع عنهم هني بيعتبروا كيف ما قلبي حتى سمعنا من واحد أنه ما علي حسن نصر الله مات لأنه الله بديها يموت ونحن النصر طبعنا جاي بالآخر على ما يبدو الله عن بيقتلوا مع الإسرائيلية مع احترامي لقلهم يعني بالآخر حتى نبيه بري أوصوا عليها وجروا بيقتلوا بالسياسي إذا هؤلوا الأشخاص اللي هني بتعتبرون أصدقائكم حتى سلمان فرنجية قد يبوا يضبوا لكم قياداتكم حتى الحزب القوم السوري ما أنه قادر بقى يلعب لعبتكم لسبب بسيط أنتو معينكم أجندة داخلية أنتو حرف ثوري إيراني وردتوا لبنان وردتوا حالكم عم نقلكم بس دكتور مكرم بعد عندهم بس شو المعيار؟ المعيار هو العسكر؟ لا عم نحكي عن الناس المعيار شو الناس؟ الناس كيف بدون آخر شي يتصرفوا بعد انتهاء هذا الحرب؟ بدك أنا أهم بكثير من وقفة لقل النار هو اليوم التالي لوقفة لقل النار هل رح يتعاطوا معنا بمحبة الدول العربية والدول الأجنبية بطريقة؟ تانياً في كلام كثير سيئ عم يطلع من بعض الأطراف الأجنبية أنه في مشكلة حرب أهلية وين في حرب أهلية بلبنان؟ مين مستعد يحمل السلاح على مواطن لبناني؟ كل هالشي اللي صار ما كبوا عليهم ورد العالم بالعكس تقبلوهم ببيوتهم والمشاكل اللي عم تصير بالمناطق عم تصير لأنه الموارد الموجودة قليلة يعني لما أنت تحط مع خيك تقوه بنفس البيت وجهك وبوجه بتختلف انتوية وقع حداً يفكر ملعب يسمعنا من أهلنا الشيعة وأهلنا كل اللبنانية ما في مجال الحرب الأهلية بلبنان أنا زلمي اختصاص الحروب الأهلية في دارسة في مصارب اللي تنكب ثانياً ما احترامي وما حبته لشاعة لبنان الطواقف الثاني بلغت بالسياسي نحن الخير رايح لنا عالم كتير وتهجر لنا كتير عالم ما ننا مضطرين نفوت بلعبة لي لآخر شي يجي بياع السجاد قلباف وكل هول القرط جماعة عرقجي وهي داك زريفي بيعني ويشتريني كسجادة عجمية أبداً أنا بدي ردك عبيتك قبل كل الناس اللي عم يكسبوا عليك والمطلوب من كل اللبنانيين ياخدوا موقف هذه منا حرب على أرض هذه حرب على كرامتنا كرامتنا ما بتكون بسلاح على رأس الخنجر كرامتك بتكون على رأس نظام سياسي بيقدر يمنع تكرار هذا الموضوع شو المعطيات اللي عندك يا تقول أنه ما في عودة على الجنوب عن به أول شي الإسرائيلي بها هذه المرحلة ياخد تفويد على القضاء على أذرع إيران ما عم نحكي بس على حزب الله لأنه حزب الله تركيبته ونحنا بنحترم لهم قدرتهم العسكرية ولا أنا عم بستخف فيهم بس هو بكل بساطة إذا عنده هيدا السلاح ليه ما استعمله قبل تانيا أنت لما سلاحك يبطل عنده قدرة ردعية بدك ترجع تعيده من الأول بدك ترجع من أول وجديد هذا السلاح أصبح لعنة على لبنان مثل ما النظام السياسي في لبنان كمان أصبح لعنة على اللبنانيين لأنه أنا مشكلتي معه مش أنه عنده مسيرات أنا مشكلتي معه أنه هو بيطلع بيحكي باسم كل الشيعة أنا ما بدر أحكي باسم كل عائلتي بالبات هو بيحكي باسم كل الشيعة لبنان بكل أطيافهم فيها نوع من استخفاف بعقولنا تانيا أنا مبهبط عليه يعني بيطلع بيحكي هو ما كان حتى تشويس طبع بيقوله بالإنجليزي Always the bride's maid Never the bride يعني هو دائما نشبين ولا مرة حيكون العروس يحل عننا وما بقى يقعد يحاضر فينا بالكرامة الكرامة هو الناس ترجع بيوتا وقوع حدا بقى يفوت ويسمم لهم وعقولهم للعالم أنه في حدا عب يتواطئ عليهم اللبنانيين ما عب يتواطئوا مع الإسرائيليين لما نحكي هذا الحكي خاصة في كتير ناس أني أصدقائنا سخفين لدرجة بالمرحلة الماضية لا صوت يعلو عن صوت المعركة وهذا عدوان إسرائيل عدوان الإسرائيل المزبوط هو اترك الإسرائيلي يقتلنا وهذا الشخص عب يحكي هذا الحكي أنا كدولة لبنانية بقدر أحفظ كرامة اللبنانيين والشيعة عبر عمرهم بلد أحد أهم الأسباب لأهل الجنوب قبلوا بهذا الشيء الوحش اللي اسمه حزب الله هو أن الدولة لم يكنت موجودة ولكن هذه الدولة لم يكنت موجودة بالتسعينات بعد 2006 يتحمل الصناء الشيعي سياسيا غياب الدولة ونتحمل نحن هذا الموضوع كأشخاص سياديين لأنه لأهل بسيطة آمننا أن حسن نصر الله ممكن أجندة تكون أجندة لبنانية وليس مرتبطة عضويا بالحرصة للإيران قوة التحلف الرباعي صحيح أستاذ الياس أبدأ خشية أو رفض أنه يبدأ الخشية من حرب أهلية في 2005 لما سحب الجيش السوري نحق أنه رح يصير حرب أهلية ومصار هل اليوم في شيء مختلف تينخاف أنه أنا برأي النضج اللي حكي عنه مكرم حقيقة أنه لبنانيين تعلموا اللبنانيين تعلموا من تجربهم وبرجع بقولك كلنا قطعنا بهالتجاري وكلنا كان معنا سلاح وكلنا نطوت صفحتنا مع قتل قياداتنا صار هذا صار في في تراجيديا في لبنان لازم يتعلم منها ما فينا نحنا نكمل يعني الشعب اللي ما بيتعلم مصيره لهاليك بالتالي نحنا اليوم كمان وأنا عم بتوجه لكل الشيعة في لبنان يلي ما أنه في أدلجة بدماغهم وفي أوهام تنبيع لهم الناس اللي قادرنا اليوم تقول إيه مضبوط نحن الوقت اليوم كمان العودة إلى الدولة وحتى الناس اللي من حزب الله يمكن وصل لمحل تنع وشايف اللي عم بيشوفه يعني يلي اليوم القيادة بحزب الله لو سلم هذا السلاح إلى الجيش اللبناني مش أحسن ما يجي ياخدوا الإسرائيل اليوم متل ما عم نشوف الفيديويات بجنوب ويفود هذا الواقح أدرعي ويفرج فيديويات ويخبر هون فيه ما بعرف شو وعم ياخدون الجيش الإسرائيلي بغض النظر مع الجيش نحن أقوى كلنا سوا نحن موحدين نقدر نكسر أكبر عدو بس هيك تجرني على معركة أنا ما قلي فيها وبيدمر البلد فوق راسنا وبعده بيطلع بيبع لنا أوهام وبيخبرنا أنه رح ننتصر شو صرايح 2300 شهيد وصرايح عشت ألف جريح في لبنان دمرت ألف البيوت اقتصادنا رح ينهار الهجرة بعدها مكملة وكل ما طولت هايدي الشغل يقول لنا خيئي شو الاند جيم تبعه وين رايحين بهذه المعركة لوين بنانسين من يدوين لحزب الله بس في مشهد سوري كتعم خبرك قبل تحت الهوى بقصة أنه وقت الحكي عن أمريكا والشيطان الأكبر كان نعيم قاسم كان عم بشيع كان في تشيع بالضاحية وهو عم بيخطوب كان الجمهور اللي بوجه عم بيقول الموته لأمريكا تحت كان فيه ماشات مكتوبة الرئيس الإيراني دوبوان نحن والأمريكان أخوة ومستعدون للتفاوض معهم خيئي شو هالبيع والشرع دهر هالناس عم بيشي أكي أبراهيم عقيل مش معقول هيدا المشهد وهالإزدواجية بتطلع بتقول يا خيئي ما كيف الناس إبلانة أنه يكونوا هني موقدة لنار هني مقلون فيها وهي حرب الآخرين عأرضنا بدت هالمنعفقين الإيراني اللي نحن بدنا يعينا موت كرميلون التفحة وليون نعيم آسم أبضوا سبع مليارات من القطريين من الأمريكان شو هال يعني سطيل نحن لنصدقوا يعني سبع مليار تحرروا من جمعتين ليش بدي أرضى أنا بهذا الموضوع علما أنه أنا لما أقول إيراني ما أبيعني الشعب الإيراني أنا أبيعني الحرصور الإيراني اللي هني فعليا مستنسخين هذا النظام لتدمير عقيدة أوباما عقيدة أوباما عبر سنين وهمتنا أنه المشكلة هي النووي هلأ شعب أقول نتانيا وما أضرب النووي رح أضرب النفط تركنا أضرب الأشياء الثانية طب هذي الشغلة هذي المتفجرات اللي ستصير بإيران أو بطهران أو ما كان رح تعملنا مشكلة كبيرة لأنه الإيراني عبر السنين قالك أنه أنا بعمل شي بشبه حزب الله يدافع عنه ومحتل من قبل إسرائيل يضاف إلى ذلك إذا نحن قبلنين من نحمل سلاح هذا النظام الأنصاري اللي بقيت له كعصابات صغيرة كل الأحزاب اللبنانية عندها لقدرات عملها منا بحاجة لإيران يعني أنا رحتها فنلندا الفنلندية بحجمهم بخوف الروس ليش لأنه حرب الشتل بسموها يعني ترقون قتلة للروس قبل ما يقدروا يفوتوا عليهم نحن نقدر باستراتيجية دفاعية متقدمة مع الجيش اللبناني ندافع عن حالنا منا بحاجة لحرص ثور يعمل وبوحدة بوحدة يعني مطلع أي شعب لو كان ليل ولو كان من قادر أن يفاتح حزب الله اليوم بهذا الموضوع خي شو بدي أحكي مع حزب الله حزب الله إذا فيك تجمع حزب الله على هيك طاولة أنا بحكي أنوية فيه هذا الشخص اللي هو موجود أنا ما بحكي ثابت ما بحكي فارسي ما قدر تتعلم بجامعة فارسي اللي أحكي مع هذا أنا بحكي مع الإيراني فكوا عننا هو أتفكر بعد فيه تهدر ضم الشيع وضم اللبنانيين من أجل علي خامنة أنا مشكلتي معهم أنه هولي ناش شعوبيين وخليفاتشوا مش شعبويين شعوبيين بيكرهوا العرب الأتراك ما بيحبونا بس ما بدون يقتلونا هيد المنافسة الموجودة خلينا نتنافس بالشعر وبالقصص الثاني موضوع أنه نحنا نظلنا مستمرين بس هو الطائرات اللي عم بتطيروا فوق لبنان هلأ هيد الدرون كلمة الأكبر صحن حمص أو لمخزن سلاح لحطه تحت البنية بيقول لك نحنا عم ناطق إحداثيات خلينا نتوقف عفاصل من بعده نتابع هذه الحلقة خليكم معنا نتابع مشاهدي أم تيفيه هذا الحوار ضمن بيروت اليوم وضيفينا أن أبلياس حانكاش والدكتور مكرم رباح أستاذ الياس كيف تفهم سعي إسرائيل لإزاحة اليونيفل لك بعتقد قد ما مشاربك الوضع تحت ومتل ما عم بيحكوا أنه صار فيه مبارح صار فيه فيديويات أنا مشكلتك بكل هيدا الحكي رح تروح على تبرئة إسرائيل ومش هي بس أنه اليوم من حد اليونيفل فاتوا هول الجامعة على محل بدوا يعملوا عمق بثلاثة كيلومتر مثل ما نبين الخطة ومن بعدها بنشر اليونيفل بارح مدر اليوم بيطلع نتنياهو بيطلب من أمين عام الأمم المتحدة أنه يسحب اليونيفل لورا تيدمر ما تبقى موجود يعني هيدا التمشيط للمنطقة إذا صح التعبير اللي عم يعملوه راحوا في فول سبيد يعني بطلت الموضوع اليوم برجع بقلك اليوم بتحركش أول مرة والتاني والتالتي والرابعة ومساند ومشاغل ومشاغل ومدر آخر شي بقلك خير تعرف شو يلا أنا فتت وفات بأسوأ طريقة لأن هذا ما كانت قتل يعني ما كانت إجرام ما عم تميز إنه بارح فاته على العمق مش بالعمق والله عم نحكي بيروت بقيته بشمال بأقصر شمال كيف عملنا بحالنا كيف وصلنا حالنا اليوم إذا بتكمل إذا بتكمل أنا شو عرفنا لوين بيوصل بلا هيك علينا أنه يكون فيه اليوم حصر القرار بواقف إطلاق النار بالدولة تطلع الدولة تقول نحنا وتطلع على الأمة المدحة يقول اليوم اليوم نحكي عن يعني الشغل اللي عم يعلله خارجيا إن كان وزير وزير الخارجية أو إن كان الحكومة نفسها اليوم بدك تروح على الضغط بس مشكلتك أنه أنت فقت الاحترام الدولي أنت صار لك عشرين سنة شحاد وما بتحترم الاستحاءات الداخلية ولا بتحترم دستورك وتارك هالحالة الشواز تكمل وبتغطي عنك عم بيحكي كدولة رسمية لماذا؟ عندك انتباع اليوم أن السياس الخارجية وصلت لهذا الحد؟ هالكومول أو التراكم السياسات الخارجية الخطأ وصلت حالك أنت لبنان كيرشار المالي بيزعل مننا ليس بس إذا من ضيعت ومبهدلنا يعني عبدالله أبو حبيب بمحال يوم عبدالله أبو حبيب سوري بس الوزير الخارجية يجب أن يستدعي السفير الإيراني ويسأل عن قصة بيتجر كيف يعني بيكون بمعه بيتجر عسكري بمنظمة عسكري كيف يعني هذا غير أنه بصلاح الحكومة في بيتجر فقع بس ما كان بيقيد حدا يعني هذا ما حكيه فيها العالم والأحزاب الثاني الحليفة معهم بيتجرات يعني في مشكلة أولا الفكرة الأساسية كلها أنه عبدالله أبو حبيب مش بس سقوط سياسي دبلوماسي سقوط أخلاقي قاعد عم يدافع عن إيران بيقول لك هلأ مش وقتا نحكي معهم زعلنين الشباب ومجروحين كيف رأي جمهورية كيف الأول شيء وزير خارجية كان لجانب بشير جمهيل بيقبل هلأ يكون لجانب نعيم آسل لأنه بطل فيه حسن نصر تبركي بالسياسة الواقعية أنه ما بدون لا تحالف الأقليات ما نحكي فيها هولي تحالف الأقليات شو يصحب نظرية خلي حدا يضرب حزب الله الشامباني علينا هذا حكي هذا هو مكنوا سياسيا مكنوا سياسيا عبر فكرة أنه هناك وحش سني بالمنطقة هذا الوحش السني الطريقة الوحيدة لنوقفوا بوجه ونعمل تحالف الأقليات عدة أشخاص في لبنان مشوا فيها بعدين انتبهوا له حتى بشير جميل بلش حياته السياسية فيها بس لمعام رأي جمهورية انتبه أنه هذا الموضوع غير وارد من هون يشبك مع دول الخليج ويضاف إلى ذلك بهذه المرحلة لقدام لنقدر نحن ننهض على إجرائنا بدك تفهم أنه الخليج متجه نحو السلام مش نحو التطبيع تانيا والأهم انت كل شيء قلته برهنت أنه تكذب فيه حزب الله ما قدرت تعمل شيء بس دكتور مكران لنرجع للسياسة الخارجية اللبنانية أليس أقوى أن تكون السياسة الخارجية ما تركت زريعة لأي إمكانية عند حزب الله أنه هي لم تعطى كل الدعم في سياستها وعندما يحين موعد الحل وحضبتك تعرف يا دكتور تعطى الدعم بالحقيقة أو بالفعل وش عطى بالفعل وحدة من الأسباب خليت سمعولي كل هؤلاء الأشخاص يلي بآخر عشرين سنة كان شغلتهم وعملتهم يحللوا ضموا لأهلا يرحموا رفيق الحريري نحن أحد الأسباب ليه هلأ عم نندبح من قبل الإسرائيلي أنه ما عنا بقى شخص بحجم رفيق الحريري أعطيك هذا الغطاء حتى الحرب اللي صارت بال2006 صارت على اقتصاد رفيق الحريري وأنت اللي قدر يشيلك من هذه الورطة هو شخص اسمه فؤاد السنيورة مش نبي بري حتى نبي بري في إشياء ما كان فيه يعملها يعني حتى هلأ رصاص الرحمة اللي بدوا يأوصلوا إياها لحزب الله معنويا ما أنه قدر يعملها دعك الحال رئيس سنيورة قال بآخر مقابلة أنه قالوا له جماعة بري أنه بعد يقدروا يهدوا ثلاث أيام عجلة فات وكان مبسوط اللي عم بيقل له إياها أنا مخبرني إياها كان عم بيتضحك ومبسوط هايدي الفكرة الأساسية أنه أنت فيك تربح معركة بالسياسة بالسلاح مانا ظابطة كل مرة نحن واجهنا إسرائيل حتى عيام منظم التحد لما ظهر من هون عرفات واليسار اللي كان معه ربحوا بالسياسة ما ربحوا بالعسكر لأنه بالعسكر عنده قدر يدمرك ب82 دمرك عن قيد الغضب دمرك بحرب نيسان دمرك بالألفين وست دمرك بس دائماً كان في التفاف شعبي حتى القسم بتعرف شو بضحك أنه أكتر عالم عن جد جدين بموضوع فلسطين وموضوع المقاومة هن المسيحية مش الشيعة لأنه الشيعي عنده هوس أنه يتهجر من أرضه ليجي الفلسطيني يقعد بأرضه إذا حداً بيقلي غير هيك بيكون عم بيكذب علينا دائماً في عندهم هوس أنه هن بيتهجروا من جنوب ونحن بصير التوطين عنا من قبل الفلسطين أنت منك ملتزم بموضوع فلسطين أكتر مني أنت اللي عملته هو عبد دافع عن إيران وعملت شغلك بشكل ممتاز ولكن هلأ أنا كلبناني بدي أقول لك إيها أعطيه سلاحك للدولة اللبنانية وحرام شبابك يموتوا فدخ مني إيه تعطيه سلاحك للجيش اللبناني ونعمل إستعاب ونعمل خطة دفاعية واضحة مثل ما عملنا مؤتمر روما قبل سادر كان في طاولة اسمه مؤتمر روما واتعهد ميشيل عون بس بتعرف بينسى ميشيل عون أنه هو شغلته وعملته ويجمع الناس لنحكي باللغة مبارح سمير جعجل حكي عن علاقته ومحسن نصر الله أنه يعرفه عن طالة الحوار طالة الحوار ضرورية كانت ولكن مش لن نتفق نعين رئيس جمهورية وأنا بحب أكد بدنا ننتخب رئيس هذه فكرة أنه يجب أن نتفق كلنا رئيس جمهورية هذه اللي وسطتنا لهون أي رئيس جمهورية بتعهد تطبيق الدستور بحزافيره أنا بدعمه أي شخص بده يجي يكون حصان ترواضة لحزب الله بلاس ما لعب يحكوا بـ 17-01 بلاس يروح يلعبه غير محل ما قبلني أنه نحن نرجع نندبح هيا بسموها الحرب حرب لبناني الثالثة هياك بسموها الإسرائيلية ما بدي لا رابعة ولا خمسة ولا ستس بدي ابن جنوب لأنفاق ولا مخازن سلاح لأنه أثبتت هؤل الصواريخ طابعولك هؤلاء كامعة ببجبجوا بطريق المطار هؤلاء استعمال الداخلي هذا ليش لقتال إسرائيل وإذا ما استعملتهم هادي أضرب منه أنه أنت كنت ضببهم سيد اليس الرئيس بري يقول جبوا لنا 86 نايف لنعمل رئيس هادي فتو بالحوار هيدا نرجع للمقاب تخلى عن فكرة الحوار الالزامي لأنتخاب رئيس نعم فتو معه بحوار حال 86 نعم فتو بحوار معه وحاول قليل لا ما فتنا معه وحوار ولكن نحن كمان بمحل أكيد علينا انتخاب رئيس جمهورية بس ما علي ما نحصر أنه والله لحل لكل هالمشاكل اللي عميش أنه يلا مننتخب رئيس جمهورية على فافيت يعني أنه يلا مننتخب رئيس جمهورية من راقعة منجيب شو ما كان حيال رئيس لهم بلا لون بلا طعمي ومنرجع من قلع عن جديد أنه خلص نسويا اللي ساري يا شبيب لا 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 يقنعك أنه يجي رئيس يطمئن حزب الله بدي حدا لطمئن لبنانيين يا أستاذ أنطوان ما حكناها هاي يحمي ظهر المقابل لا 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 هزب الله تعرض لضربة تعرف مين ضمانة حزب الله نحنا 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 أشرف الأخصام لحزب الله ونحكي الأمور بالمباشر نحنا سنوات نقول عن هذا الشواز اللي عايشين وصلنا لهم وإيه بدي أحكي وابدي أكون صريح لأن أنا مسئوليتي اليوم كون صريح معهم ومع غيرهم لا ما حدا بيحميه لا رئيس جمهوري وغيرهم كلنا من نحمي بعض ما فينا نحنا نفكر بعد ببلد أو بمستقبل هذا البلد وفيه سلاح بالرات الدولة خلصنا فيه دستور لتزموا فيه فيه حصر السلاح بيد الدولة لتزموا فيه ما بقى فيه ومش من منطلق والله أنت خسرته ونحن عرفنا ونعرف شو معنات خسارة الحرب ونعرف شو معنات نضطهد على 15 سنة نحن المسيحيين اللي دهروا من الحرب مشتتين ومكسرين ومدمرا منعرفه نعرف الشعور وما بدنا لا شيع ولا غير ويرجع يشعر فيه وهون من منطلق وطني عم بحكي نحن ما فينا نبني بلد إلا كلنا سوا ولكن بدنا أزين صاغية عندهم ومش عند الحزب لأنهم قدلجين لدرجة أنه بيجي ما بعرف مين هلأ عينوا واحد من إيران سيت شو اسمه هو المسؤول عن جبهة لبنان مع حزب الله يعني عينوا بص ما ضروري تحفظ له اسمه بكرة بيقتلوا بيجيبوا غيره هذه الفكرة نحن منستبدل حدن بحدن فعنا مشكلة أساسية ما أننا نحن أرقام بيقتلونا وميجيب غيرنا نحن أهلنا حطينا علينا مصاري ودفين علينا دم قلبهم مش لطبعة شبابنا اللي هني خرجين الجامعات نحن قوة حزب الله فكرة أنه هو لبناني مش أنه هو إيراني قدرتهم على القتال كل الميليشيات لما تدربت بره تدربت مظبوط لأنهم رايحين على مدالس منيحة مش لأنهم هني إيراني وبياخدوا صلاح رديق شغل تايوان فكرة الأساسية هون أنه نحن هون عبيحكي كنائب للأم اللبناني بيحكي باسم أهل رماش بيحكي باسم أهل عكار نحن بهمنا ما حدا ينكسر خاطره ما نجبر بالخاطر عم نوقف معكم نقلكم صدقونا ماذا عن فقدان الثقة الدكتور ثقة بيشوف بحزب الله يعني هني هني بنهاية الأمر بيعتبرين حال نتعرضوا لضرب كبيرة بس مين هو الشيعة تبهدل حزب الله حزب الله منهم الشيعة لو بدون يحطون الفرض برأسنا ما حنقبل معهم هذا الموضوع أي حدا براهن مع الدولة اللبنانية بيكون الارتطام طبعه أهيا المسيحيين بالحرب الأهلية اللبنانية راهنوا على سجرة الدولة مظبوط كان في هناك نوع من أحباط مظبوط تطهدوا ولكن حافظوا على الأرض اللبنانية أنا عبقلك أنت عبتقول أنه ما في حدا نيحميك إذا سلموا سلخي لهذا السلاح يقدر يحميك إذا نحنا بدنا نلغي دور السلاح بدنا نعمل الدولة اللبنانية تكون موجودة وعد فكر أنا بدي مصريات اللي بتفعضها راي بدروح اشتري فيها طيارات وصواريخ أنا بدي العسكر لما يكون واقف على حدود على هذا البرج مدان ما يكون في يونفل هايدي ممارسة للسيادة ممارسة للسيادة بتقطع الطريق على أي حدا يعتدي علي وأنا بالنسبة لي بالمرحلة الجاية مش بس بدي رسم حدود مش بس بدي حط عسكر على حدود الجنوبية بدي حدود على حدود الشرقية كلها مش مليية مش مصحة هايدي الخبرية وأنا ما بدي جيش اللبناني طبعي يتحول للميليشيا ويصير يكب كل مصرياتنا مثل ما بيعملوا البلدان المتخلفة مثل السورية بتكب 90% من مزنوطة على الأسلحة أنا بدي اشتغل على الرعاية الاجتماعية إذا بدي قاتل بدي ينزل تحت الأرض يتخبأ ابن جنوب مثل ما عملوا أهل تلقبيب أنهل تلقبيب بتحبون أنتوا يا حزب الله أكتر ما بتحبوا أولادكم أنه فخور ونزلوا على الملاجي لا نزلوا 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 يصوروا كانتصار أنه نزلوا خي عنده ملجأ يلطي فيه هيدا الزلم مش بسر شون عملوا لهم يبعون مذخروا على العسكر أنه العسكر 60 ألف واحد عبي ياخد رعاية نفسية بك عم بيروحوا ويعملوا ويقعدوا يحكوا مع دكاترا نفسيين أنت شعب تعمل ما قادر تتوزع حفاظات على الناس اللي بالهايدا وغياب الدولة هو اللي بد يخليك تخسر بالألفان وستة مظبوط كان في مجتمع مدني وكان في مصاري هيدا فكرة أنه الإغاثة بتحللها كأزم طب اللي عبي يعملوا ناصر السين ممتاز ولكن عبي يجرب يصلح فخت بالحياد بشرطي توني ما بتصبر بدنا لو نقدر نوصل لمرحلة كل الناس على قليل موقف هذا النزيف ويقف القتل بشكل فوري تحت أي زريعة ما في شي بيبرر استمرار هذا القتل ما بدك تسمعها من السياسيين سمعها مننا بدك تسلم سلاحك إذا ما سلمت سلاحك للدولة اللبنانية رح يجو هولة إسرائيلية شلحكيون وكلهم عليهم تاجات شغل إيران خلينا نحط التاج للأرز اللبنانية ببطل حدا في شلحك سلاحك حتى لو أخذوا منك بيظلوا هيدا سلاح المعنوي موجود متل ما موجود الأرز اللبنانية على صدورنا بس لأنه حكيت عن شغلة مهمة بدي بس أرجع عقب لأنه في هيدا الباكيج اللي عم نحكي عنه وقصة طولة حوار مكرم نحن ما فينا نتخيل أنه هلأ من رائع بالموجود ويلا خلاص ما كان صار شي تبوي سلحة ونرجع نكمل هيدا وصلنا لهم أكبر عدوان كانوا بالحرب التانية هن فرنسا وإلمانيا قدروا خلقوا اليوم عواميد الأساسية لشراكة حقيقية ولحلف كبير بأوروبا لأن عمروا مؤتمر مصالحة ومصارحة نحن بين اللبنانيين ما عملناها نحن فكوا الشباب شلحوا بدلات العسكرية لبسوا كربادات صاروا وزراء ورؤساء وما بعرفشو وقل لعنا تب اليوم بعد كل شي صار ما بحقلنا كلبنانيين نجي نقعد مع المكون كل مكونات لبنان وكلنا أقليات بلبنان وكلنا ما قلنا غير هذا البلد بلبنان نجي نقول خي أي لبنان بدنا نجي نطمن بعضنا نعطي ومعنا بحكي شعر أستاذ أنطوان هون وبعتقد مكرم مع كل سقفه العالي آخر شي بدأ تروح القصة لنقعد كلنا مع بعض بدنا فيه كيف نعيش منضلنا هيك الواحد بيخدنا شمال واحد بيخدنا يمي ومنجي نقول خي نحن شعب هواجسنا ومخوفنا على الدولة وبقل له أنا شو بيزعجني وشو بيخوفني وهو بقل لي أنا شو ضمانت إذا سلمت سليح وبقل له أنا هادي الدولة اللي بتحميك مش سليحك وبتقل له للمسيحة يا خي نحن رايحين نعمل نرجع نصيغ أو نطور هذا النظام على المركزية أو شي بيشبه نجي نقل له للسن الطائف هو أساسي ما كل واحد عنده نجي نقل له للدرزة ومجلس الشيوخ نجي نطمن كلنا بعض ونجي نقول خيي كلنا رح نشتغل تحت سقف الدولة وكلنا عندنا في شي واحد بيفصل بياناتنا هو القانون وهو المؤسسات اللي بتحمينا ولا شي تاني مش نحصره أنه يلا تخبنا رئيس ورجعنا كمالنا بالتكاثب على بعض وبالدحك عدقون بتشوف مبارع عند زميلك الأستاذ مارسل كمية السقف بين الناس كيف عم بيتشنج وكيف عم يعلم تبخي هيا بتودي لها مشاكل لهيك أنا أنا بطمن كمان أنه ما بيصير في فتن بالبنان ولا بيصير في حرب أهلية لأن الكلب نضيش بهذا الموضوع وبالعكس نحن حطين حطين عيوننا عيوننا على شغلة وحدة أنه لا ما لازم حدا يحس حاله يحس حاله من المكونات اللبنانية أنه مكسور وخسرانه ومجروح ومش هذا الموضوع ومش هيك عم نقارب الموضوع عم نقول فيه إمكانية اليوم بناء دولة كلنا سوى تحت سقف المؤسسات وتحت الدستور هذا اللي محتور ولا مرة وحدة من وقت ما أصيغ الدستور بالطاقف لليوم بعد مش مطبق لا فيه إلا مركزية ولا فيه سلاح نزع سلاح ولا فيه لا فيه مجلس شيخ ولا شي نققوا منه شو بديوا يطبقوا ورجعوا لنا يلا تعاون نتكسب ساعة يخلقوا لنا إطار ترويكا هن الأسوأ من هال كله المشهد أنه هن اللي خربوا البلد هن بدون ينقذوه دكتور بكرام اللي طرحه أستاذ الياس عن موضوع الخشية في ناس عم تحاول يترويج أنه خافوا من الحرب الأهلية حدثتك اشتغلت على الذاكرة الجماعية وبالأهم جماعات بأمريكا العناصر الحرب الأهلية شوفي منا بلبنان واللي حكي عنه كمان أستاذ الياس عمليات المصالحة بغياب الدول الخطورة الأساسية بموضوع الحرب الأهلية هو أننا نزرع أو نسلح الزاكرة الجماعية لما تلتأم الشروط الإقليمية والمحلية يصير في قدرة على التسليح وقدرة على الاشتباك علماً أنه كل حروب الأهلية في لبنان كانت مشكلة على تقاسم السلطة ولا مرة كانت كيف واحد بيصلي كيف واحد بيصوم كيف واحد يعيش يعني التبشير بالكوة علماً أنه من شناك لدروز والمورن إذا بتغمد عينك ما فيك تمييزهم عن بعضهم أنه من أشرس الحروب الأهلية اللي صادت أنا اللي خايف منه أنه بتسليح الزاكرة الجماعية لما يطلع لك حسن نصر الله هلأ صار بديار الحق أو يطلع لك حدا بسخافة نعيم آسي ويطلع لك أنه بوياجية وعتلين مين قال لك أنه الشيعة بوياجية وعتلين هاني فحص بوياجي وعتل نبيه بري يلي درس بالحكمة ودرس بالجامعة اللبنانية ورح أشتغل برة ورجع عامل رئيس حزب هيدا عتال حسن كامل صباح رمال رمال علي شمس الدين فضل الله كلهم هولي العتال هو برأسك علماً علماً أنه نحن عم نقلهم لشيعة لبنان أولاً مش نحن بنحفظ لكم حقوقكم بالسياسة حقكم كلبنانيين محفوظ بالدستور اللبناني مع ممننكم ولا عم نقلكم تغلطوا ونحن معنا حق نحن عم نقول قلنا نرجع صوى على الدولة نحن ظهرنا من الدولة بطريقة لما استشرسنا بموضوع القتال ضد بعضنا على السلطة هلأ من نرجع صوى وانتوا بيكون قدونا على الدولة بيكونوا تمشوا قدامنا ونحن من لحقكم حقكم كلبنانيين شيعة محفوظ بالدستور مش ببندقية إيرانية أو بندقية الفساد مثل الموجودة هل يمكن يكون الحل التعديل دستوري ما إذا كان مطلوب التعديل الدستوري ويخلينا نعيش مع بعضنا أنا قبلين فيه أي شيء كل البلدان أمريكا أمريكا عدلت بالدستورة أكتر من مرة أمريكا من الأربعة من الثلاثة وثمينين عم يطرح إما موقع نائب رجمهورية أو نائبين يأخذوا كله يأخذ البلد كله بس يعرف يديره أنا بدي يلي بده يعترف أو يطلب التعديل الدستوري بده يعني يعترف بالدستور آخر مرة عايت عليه لملحم خلف لما قال له ما فيك تقطع الميزانية بل ما يكون في رئي جمهورية أنا دارس قانون كمان لا اجتهاد في معرض النص يحترمونا شوي بيعز الحرب الأهلية اللبنانية ما استرجى رئيس مجلس نواب يخرق الدستور حتى بيقوتوا لبشير جميل أخذ الأصوات بالبرلمان هلأ بك تجي أنت تخذها قال الكلمة كتير خطرة نعيم آسف وأحدا منكم يتوهم أنه فيكم تفرضوا واقع سياسي والحسم هو للميدان شو عم بيقلي يا بكرة عندما يخلص من الإسرائيلي بده يستعمل إسلاحه علي جربوا ما بده يصبط معه لأنه اللبنانيين لما نحن نقاتل مع بعضنا أساس صغيرة تقوص على جارك تاني يوم تشرب أنت وياك يسعرق ما مظبوط نحن نراهن على المجهول هذا الغموض البناء وكل ذلك من خزعبلات وبدع ولاية الفقية وكل ذلك من كلام هو شي طارق على لبنان الشي اللي بعرفه أنه الشيعة مثل كل الطواف في لبنان هي طواف مؤسسة مؤسسة ولكن البيت اللبناني هو بخطر مشان هيك أنا ما عندي سقف سقف هو سقف البيت اللبناني وسقف البيت اللبناني هو الدستور اللبناني واللي ما عاشبه يدق رأسه بالحاد هيدا كلامي لا خمسة عشر وخمسين لا سبتع صفر واحد أنا بدي يجي واحد يخبرني اليو أن أسسوها بالخمسة واربعين دستوري أنا اللي كاتبه مشال شيحة بستة وعشرين طب كيب بدي أنا مين الأولوية للدستور اللبناني ما بقدر أنا واحد حتى بدلاتهم ما بتشبهنا للإيراني بيجي لعندك ما بارف علوق عمره سبعين ثمانين سنة بدي أنا واحد حاطة باد الجيش لبناني يوقف على الحدود بيقول له للإسرائيلي ممنوع تفوت على أرضي ولا أنا بدي فوت على أرضك هيدا فكرة الراس بيجي بيقول لي أنت ما بتزعل أنه سكوا العلم بمرون إيه بارة بيزعل بس أنا بزعل يكون في حدا مثل قاسم سليماني مسؤول عن قتل الأبرية بسوريا والعراق وباليمن يجي يشكولي بأرض لبنانية نعم أستاذ اليس هل تعتقد أنه كل هذا الأمر يحتاج إلى مؤتمر تأسيسي على مستوى الدستور والنظام أكيد مش مؤتمر تأسيسي بالمعنى اللي كانوا يحكوا فيه لأنه لبنان مؤسس من ألاف سنين وما بحاجة لتأسيس ولكن هناك تطوير للنظام حتمي بلبنان وقال له رح نكمل برهن هذا النظام على فترة مئة سنة من 1920 إلى 2020 أنه فشلنا ما قدرنا ما قدرنا عشنا مع بعض ما عندك سنتين سلام بلبنان كل مرة في مشاكل عيد الدوامي كل فترة بيتعطل بتشيل منه قطعة بتزبطها بترجع بتركب بترجع بترجع خمسة عشر سنتين بيجع بيسير في مشكلتين محلنا نتعلم أنه محلنا مرة سيزيلياس تطبق نعم نعم لن يحترم أنت عندك مشكلة بي السلوك الشعبي السلوك الإيادة مش بالسلوك الشعبي أنت اليوم عندك إيادات عندك إيادة اللي بيتبع القيادات ياللي ما بتحترم القانون بس أنا ما بحب أكبر الموضوع على الناس الناس غيبوا للدولة وخلقوا مبدأ اسمه الواسطة الواسطة هو الوسيط بين المواطن يلي حقه يجيب حقه من الدولة وهو بيلعب هذا الدور بيصير أنا بيوصل لك خدماتك اللي أنت بتدفع تاكسز وينما كان أنت تاكس بير وبالتالي عندك عندك واشبيت طبعا حال تدفع وعندك حقوق هو الحقوق اللي تنتجي هو قاعد بالبيت مش يجي النايب هو يمن أنه بخدمة الزفت أو بخدمة يدير الماء اللي عنده على الخزين أو يجوب له كعرب أو يفوت له ابنه على الجيمة أو أمه على المستشفى لا أخي نحن إذا خلقنا دولة وهون نرجع للأساس أنه الدولة هي اللي بتحمينا بتحمي الشيعة والسنة والسي او والموظف على البيب والباديجارد نحن دائما طموعات سياسية سلطوية وإستشهاد فيه أوضح من انتخاب رئيس جمهورية حتى قبل الفراغ فيه أوضح مننا فيه أوضح من أنه لا مجلس النواب هو بحكم المعقود وهو هيئة ناخبة فقط لغير من مين من رئيس المجلس يلي هو فريقه كان عم بيقطل على 13 مرة انتخاب رئيس جمهورية يعني المشكل مش بالنص بالممارسة لا المشكل ما في فوت فرده على الطاول يحطه إذا أنت عادة كل العسكر اللي بيفهموا السلاح بفهموا العسكر لما ييجوا يأي بدون يأكلوا معك يشربوا معك بتركوا سلاحهم على الباب العشاير ما هني عملين لحالهم كرامي العشاير ما فيك تفوت سلاحك عبيوت العالم لما ترجع أنت من الساد طالع ريحتك بدك تشلح تيابك بره أنت لما تروح تستعمل سلاحك بطريقة معينة وصخة بصبع أيار بسوريا ونرجع من قول نحن أعطيناكم أكثر من فرصة ترجعوا على الوطن تعو شو قدامنا لنرجع على الدولة الدولة اللبنانية وكل هول أشخاص اللي تسمعوا لي في كتير عالم أشخاص منهم مهدويين ما بيأمنوا بولاة الفقير أشخاص بيعتبروا كوت أن كوت موضرن أو ساكلر بيجي بيقلك أنا طب مين بيحميني طب خي ما ينحميك دولة اللبنية فيها تحميك سوى السؤال لدكتور مكرم وكما هي أستاذ الياس أنه نتكلم على تعديل الدستور نتكلم بس سوريا أنا أعطشت الفكرة بس تحلم عندك النصوص ما عندك ما يلا عند السياسي القضاء واني القضاء لأ عندك مشكلة أنت في عندك إشياء مفروضة تكون موجودة رادع يعني ترامب مثلا كان يعمل البدو يجي القضاء يرده المؤسسات الدستورية والمحاسبة هي بتردو الانتخابات عبر ما تسمح للانتخابات هلأ شو طارحين لك بدي أعملوا انتخابات نيابية مبكرة لماذا تعملوا انتخابات نيابية مبكرة لماذا نحن ما عملنا انتخابات بلدية شفت لو الانتخابات البلدية صارت هدي كان وضعنا أحسن هلأ بالبلديات مش أحسن ما يكون عندنا بلدات قوية تقدر تكون تحمل الأزمة لا بس هني ما بدون شي أول شي هني بدون كل شي بلا ما يعملوا تسوي أنا كنت قبلين معهم سألتوا ياها مرة لحدا من حزب الله أنه بدك سلامان فرنجية بما قبيل لأننا شو بيطلع لنا إذا نحنا ما نكون نتحصص متلكون ما بدك تتنازل بلدك لأ أنا بدى سلامان فرنجية وبدى مئات وبدى بر سميه قروج وكله كله يعني بدوا يأكل كل شي ما بتصبق معنا الخبرية علما نرجع من قلك هو أحدا يفكر نحنا لما نكون عم ننتقد بالسياسة عم ننتقد شاعة لبنان نحنا عم ننتقد أداء حزب الله بالسياسة وبالعسكر أنا رأيي أنه سقوطه الكبير الأخلاقي هو بالسياسة مش بالعسكر والعسكر فيه ضلوا يقول لك أنا عبكب في التيشة بالنهار وأنا قادر آتي هذا شي بنرجع من قيمه بعدين ولكن بالسياسة أنت فشلت أكتر من فشل واحد ما فهمت أنه أنت مريع فكرة وصلا مش وقت نحكي فيها بس بموضوع تعديل الدستوري طبعا عندنا دستور ويجب العودة إلى هذا الكتاب ويكون عندك رجالات دولة ليش رجل دولة اسمه رجل دولة يحترم الدستور يحترم المهل يحترم الاستحاءات مين عمله هيد من الرؤسة اللي تعاقبه أو اللي بعدهم موجودين من 32 سنة إلى اليومين ما فينا كمان نحنا نرجع نعيد النظر بتحسين هذا الدستور اللي مارسني على فترة 20 سنة هو المشكل استاذ الياس أنه ما عندك مشكلة بالنص عندك نص بالممارس يعني عندك طبيعة الحال يعني بأي دستور بالعالم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب رئيس شو بك تعدل فيها هاي لا بس خليني اقل لك يعني عندك انت مثلا التوقيع على القوانين وزير ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية عنده 15 يوم بالقانون أبسط القواعد ممنوع الوزير ورئيس الحكومي يتأخر ولعظة عن التوقيع ما بدك نص أكتر ما هيك بس في لوب هولز أو في ثغرات بهذا الدستور على الممارسة يعني تقليف الحكومة ما في يكون open ended انتخاب رئيس بد يكون قبل ما يصير في فراغ على يعني بواج بيته المباشرة لرئيس المجلس أنه يفتح الجلسة ويظل موجود لانتخاب رئيس كيف يعني كيف يعني تكليف رئيس حكومي أو الدعوة للاستشارات النيابية نعم وهذا كمان أبقى حط له نص أنه لازم من بعد ما يشغر المركز بعد 24 ساعة تدعي لإستشارات ملزمة ما أبقل ما في إشياء ما بد ومع ذلك مرس الرئيس عون شوف يعني الرئيس عون أجل الدعوة للاستخدام بستعرف شغلة أنت عم تحكي مشكلتك أنه الدستور عمل لناس رجال دولة يعني ما بد من يقل له البديجيات أنه يحيي أنت عليك أنك هو يمارس تعطيل لمصلحته صحيح بس بشانهاك أنا أقول لك أنه المشكل منه بالنص لا ولكن المشكل هي بالفلسفة أنت عندك فلسفة الحكم هي جون لوك مش الأبو هيدا والمسؤولين العسكريين أنت لما تصير تفهم بمواد الدستور تبطل تفهم بالبرود وعيارات السلاح نحن مشكلتنا الأساسية أنه هذا النظام السياسي مشان هيك نحن 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 نحكي بتعديل الدستور مش تعديله لأواحد ياخد حصة زيادة وحصة بالنائس ونلاقي طريقة يصير في ظوابط دستورية وقانونية تمنع تمنع لا تمنع شيء مثل حزب الله يصير طبيعي يصير السلاح خارج الدولة شيء طبيعي ونقول آه هذا شيء واقع واللي دفع حقه هلأ هو سعد الحريري سعد الحريري برات الحكم في لبنان لأنه ما حدا نخبر يستحكم بالدولة ويقعد على طاولة مجلس الوزراء ويكون موجود بالبرلمات ويحكي عن حاله مثل كأنه هو بالمعارضة يجب أن نعود إلى المعارضة والموالات الكتاب اللبنانية أخذوا خطوة كتير شجاعة قرروا يعملوا نوع من ديتوكس ظهروا من الحكم ظلوا يقول لك هلأ مارح يقعدوا يهجمون سامير جعجع إن الحرب وم الحرب خير أنتوا عبتقتلوا هلأ هولي الناس قتلوا بالحرب الأهلية وأخذوا عفو أنتوا لتأخذوا عفو أخلاقي بكنت ردوا ناسكن عبيوتهم بقدرتكن هلأ لا بالعسكر قدرين ولا بالسياسة قدرين فيك تبعط قد ما بدك رئيس مجل الشورى ويجي لعندك عرقجي بالأخير ما تنحل بالمصاري هالمرة ما عطلوا تجيب كونترنات مصاري وتدفع للعالم مصاري على الطولات علما أنه هولي المخازن اللي عملوها هن هن مصاري قطر ومصاري السعودية ما حد تكرر بقى هيد الموضوع لازم يفهموا العالم أنا بدي شكركم شكرا مرسي على الحلقة الغنية في حزب الكتائي في حزب المتن دكتور مكرر رباح الأستاذ الجامعي والباحث أهلا وسهلا فيكم مشاهدي أب تيفي شكر لكم للمتابعة وتذكير أن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى mtv.com.lb إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر